موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي دواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج نفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلاً حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانته يقول نمشي في طريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي دواقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع ماركا كان عندي سؤال دائماً بنسمع على قصة المرأة اللي سكبت الطيب على الرجلي يا سوعة لكن لما نيجي نقرأها في الكتاب بنشوف أنها حصلت أكتر من مرة فهل ده حقيقة ولا كلهم نفس الموقف؟ تعال يا رامي نفتح الكتاب في لوقة سبعة ونفكر مع بعض هل ده حصل مرة ولا أكتر لوقة سبعة في نهايته دي المرة الأولى يعني الأنجيل في النص الأول مش بتذكر خالص سكب الطيب إلا فلوقة ففلوقة سبعة بنأول عدد ستة وتلاتين تعالوا نسمع كده اللي بيحصل وسألها واحد من فريسين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكت فهو هنا في بيت مين؟ في بيت فريسي في بيت فريسي وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاء بقرورة طيب فالمرأة هنا مرأة خاطئة ووقفت عند قدميه من وراءه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وتمسحها وكانت تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدنهمها بالطيب ورد فعل الفريسي أنه هو قال ده لو نبي يعرف أنه دي مرأة خاطئة ما كان شيء بل دوت والمسيح يرد بمسر أنه فيه واحد عنده اتنين مديونين ليه وغفر الواحد بالخمسين والتاني بالخمسمية وبعد كده يسأل في عدد اتنين واربعين أيهما يكون أكثر حبا له مين اللي هيحب أكتر يتغفر له بالقليل ولا الكتير تمام؟ وبعد كده سمعان هيرد هيقول أظنة الذي سمحه بالأكثر تمام؟ فالسياق هنا أنه المسيح أعطى مثل عشان يقارن محبة المرأة دي الكبيرة جدا بمحبة الفريسي القليلة خاطئة تمام؟ تعالوا نبص بقى في مرأة 14 ونشوف هل فيه إشارة أنه ده نفس الحدث ولا لا رأنا كده يا مايكل في مرأة 14 من أول عدد 3 وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكو جاءت امرأة معها قرورة طيب ناردين خالص كثير السمن فكسرت القرورة وسكبته على رأسه استنى هنا بقى مايكل إيه رأيك؟ ده نفس المكان ولا مكان تاني؟ لا ده مكان تاني هنا فين؟ في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص هناك كان مذكور النهار بيت في الريس تمام؟ وبعدين هناك طبعا متذكر أنه هو اللي دعالي العشاء هنا مش مذكور الحدث دي تمام؟ وبعد كده بيذكر هناك أنه هي امرأة خطئة هنا مش بيقول فكرة أنه هي خطئة بيقول امرأة بس تمام؟ وهنا قسرت القرورة وسكبته على رأسه واضح أنه هناك سكبته على قدمين أقدامه تمام؟ كمل كده وكان قوم مغتظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء برضو رد فعل الناس هنا مختلف عن هناك هناك قال له وهو كان يعلم أن هي امرأة خطئة ما كانش يقبل ده هنا رد فعل الناس أنه ده كان ممكن يعطى للفقر الفلوس بتاعة الطيب دي تمام؟ وكانوا يأنبونها أما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا وأما أنا فلستم معكم في كل حين عملت ما عندها قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها تمام فرد فعل برضو المسيح وهو بيدافع عن العملته الست هنا في مرقص 14 غير هناك هناك قال مثل المديني اللي عنده اتنين مدينين ليه هنا قال دي عمل الدال تكفيني والفقراء معكم طول الوقت فرد الفعل بتاع المستمع ورد فعل المسيح بيقول لنا أنه دول موقفين مختلفين فيبدو بقى أنه المرأة دي التانية يعني شايفت أو عرفت عن اللي حصل أول مرة وحست دي أفضل حاجة عملها للمسيح تمام؟ فهو دي المرأة الأولى قاطئة عملت دوت والمرأة التانية يبدو أن هي سمعت وقالت دي الحاجة لها نفسي عملها للمسيح أن أجيب أغلى حاجة عندي زي المرأة الأولى دي واسكوبها عندها أقدام المسيح طيب في يوحنى لما بيجي يذكر الحادثة دي قرب موت أو صلب المسيح بيقول أنه المرأة اللي عملت ده في يوحنى 12 عملته سكبة التطيب على رجل ومش على رأسه هنفتح يوحنى 12 أنه هو بيدينا نور أكتر كمان على اللي بيحصل في مرأس بص يا مايكل مرأس ومتة ويوحنى أنا شايف أن التلاتة ذكروا عن مريم ده اللي يوحنى هيقولهن هيقولنا المرأة دي مين بالتحديد تقران يا رامي 12 من 1 يوحنى 12 من عدد 1 ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا هنا بيت عنيا زي مرأس فالتنين هنا في منطقة واحدة حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثة تخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئين معهم طبعا هنا يوحنى بعد يوحنى 11 اللي قال في قصة إقامة العازر بيقولنا أنه المسيح كان بيعرف العيلة دي والحدث ده كله حصل بعد حدث كيامة العازر خلي بالكوا هنا مش بيقول في بيت العازر فده لا يتعرض مع مرأس لما قال له دود فين في بيت سمعين لكن بيقول أنه المنطقة اسمها بيت عنيا ففيه اتفاق هنا مفيش اختلاف فأخذت مريم منن من طيب نردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب تمام هل ده بالضرورة فيه تعارض ولا ينفع نقرأ أن هي عملت ده على رأسه وبعد كده عملت ده على أقدامه فامين؟ مفيش مشكلة لو هي عملت الاتنين ومرقصه مات تركز أن هي عملت ده على الرأس ويوحنة ركز أن هي مش بس عملت على الرأس ده عملت على أقدامه وطبعا هنا مش بيقول نفس التفاصيل بتاعت أن هي كانت بتبكي وبتبل رجله بدموعها وكده زي المرأة اللي فلوها سبعة تمام؟ فده برضو بيخليهم مختلفين ويمتقابلين أو بيكملوا بعض القصة في ماتة ومرقص مع يوحنة كل اللي عملته مريم بيتكمل لما نضم الاتنين على بعض تمام؟ فقال واحد من تلاميذيه وهو يهوزة سمعان الإسخريوتي المزمع أن يسلمه لماذا لم يبع هذا الطيب بـ 300 دينار ويعطى للفقراء؟ فمرة تانية ده تشابه جدا مع الاعتراض اللي بنقراه في مرقص وفمت مظبوط؟ تمام بس يعني مش غريبة شوية أن هناك يقول إن هي كان مرة قوم مرة قال التلاميذ كده هنا قال يهوزة أيوه هل ما قولي بكل دول واحد؟ أيوه بص هنا مش بس بيقول لنا يهوزة ده بيقول لنا دافع يهوزة بص عدد ستة بيقول إيه؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان صارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه عام؟ والمسيح رده مشابه جدا لهناك إن هي عملت دال تكفين طب نحل إزاي موضوع يهوزة في مكان والتلاميذ في مكان وقومه في مكان الطريقة اللي بأفهم بيها دوت إنه واضح إنه يهوزة هو أول حد كان عنده الفكرة دي والفكرة دي يعني كانت على ما يبدو روحية جدا للتلاميذ وبعد كده كل القوم حسوا دي فكرة روحية جدا وجميلة جدا ولكنه متعادوا منه ولكنه هو قال حاجة تبدو روحية نعمل دا للفقرة وهم قالوا آه صحيح تبدو روحية التلاميذ وبعد كده الجمهور قالت آه صحيح ودوت الحقيقة بيحذرنا إن إحنا ساعات ناخد جمل تبدو روحية من بعض الناس لكن الدافع بتاعها ما كانش دافع بيمجد الله وده اللي بنشوف المسيح بيكشف دوت وبنشوف يحنى هنا بيقول لنا ده وافع يهوزة لما قال كده ما كانتش دوافع حقيقة فده بيحذرنا من أنصاف الحقيقة أو من الأمور اللي تبدو روحية لكن هي مش بتمجد الله في النهاية طبعا النص ده بيشاور إنه في حاجات أهم من إن إحنا نساعد الفقرة لأنه في الثلاث نصوص بتوع متى ومرقص ويحنى بيقول الفقرة معاكم اللي هي مريم عملته هو كان بالنسبة للمسيح أهم طبعا ده بيقول لنا الوصية الأولى أهم من الوصية التانية تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك وتحب قريبك كنفسك فالوصية الأولى هي الأولى أنت تحب المسيح والوصية التانية هي مهمة لكن هي في المقام التاني خلي بالك المسيح في مناطق تاني قال بيقوا ملكم وعطوا للفقرة فالمسيح معا الاهتمام بالفقرة لكن المسيح شاف إنه مريم وهي جاية هي جاية بأغلى حاجة عندها للمسيح ومريم كانت بتحب المكان دوت في لقى عشرة بيقول لنا إنه مريم كانت طول الوقت ماكثة عند أجدام المسيح مش بتضيع الوقت هناك لكن بتسمع لكلمته بتدرس كلمته بتحفظ كلمته وتعيش كلمته مهم؟ عايزة ديف حاجة تاني القصة دي مش عارف حد فيكو قبل كده استغرب إنه مريم مش موجودة عند الصليب مريم أخت العازر دي مش مريم من مجدلية ولا واحدة من مريمات التانيين اللي كانوا عند الصليب لأنه هي دايما لما تذكر يتقال إن هي أخت العازر أو أخت مرسي حد خبّله إن هي مش موجودة عند الصليب ولا عند مكان القيامة أنا بالنسبة لي ده كان غريب جدا وملفت جدا لكن اللي بيساعدنا نفهم ليه ما كانتش موجودة عند الصليب وللقيامة هو تعليق المسيح أنا تعليق المسيح كان تعالوا نقرأ مرة تاني عدد سبعة في يحنى 12 اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حفظته إيه موضوع تكفيني ده هو المسيح لحقه يحط عليه العطور والأطياب النساء اللي راحت بعد موته ولا ملحقوش ملحقوش لكن المسيح بيقول مريم لحقت مريم دي لحقت طب إزاي لحقت عرفت منين إنه هيموت وهيقوم ومشان نلحق نحط الطيب عليه كانت عند رجلية على طول كانت عند رجلية وبتسمع تعليمه تعارفين كم مرة المسيح قال إنه هو هيموت ويقوم كتير جدا قال أكتر من مرة ولسيامة في إنجيل مرقص اللي بيذكر حدثة سجب الطيب دي في صحة 14 بيقول لنا إنه من صاحة 8 المسيح كان بدأ يعلن إنه هيموت وهيدفن وهيقوم في اليوم التالت وقال ده كتير جدا ودايما يقول لك في مرقص إنه التنميز ما كانوش بيفهمه وما كانوش بيصدقه وكانوا بيطلغبطه لكن واضح إنه مريم سمعت سمعت وصدقت ووثقت إنه ابن الله المتجسد هيموت وهيكون من الأموات فلما تصلب ولما قام مش بنلاقيها هناك لكن بنلاقيها عند أقدام المسيح بتقول له أنا هعطي أغلى حاجة لللي هيموت ويقوم علشان وفران خطيتي حاجة الأخيرة اللي عايز أفكركم بيها في مرقص بصوا كده معي في مرقص بسرعة مرقص 14 بيحط قصة مريم مقابلة على طول لقصة إنكار يهوزة مش بس كده ده بيحطها كمان زي في سندويتش كده مرة تاني بين الشر بتاع رؤساء الكهنة والكتبة والشر بتاع يهوزة فبصوا عدد واحد في ساحة 14 في مرقص وكان الفاس وعام الفطير بعد يمين وكان رؤساء الكهنة والكتبة بيطلبون كيف يمسكوه بمقر ويقتلونه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغف في الشعب بعد كده يحكي قصة مريم بعد كده في عدد عشرة رننا كده يا رمي من عشرة ل11 ثم إن يهوزة الإسخريطي واحدا من الاثناء عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة مرقص عايز وأنا ببص على النص دوت أشوف مقارنة بين فكرة الفضة وبين عدد خمسة كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار عايز يقولك بص على المقارنة دي واحد من قربين من المسيح باعه بالرخيص واحدة من اللي هي ما كانتش مدائلة القريبة قوي دي لكن جابت أغلى حاجة عندها وضعتها عن المسيح والملفت بقى للنظر أنه عادة لما يذكر اسم يهوزة في الأناجيل حتى في وقت اختيار التلاميذ يقول يهوزة الذي كان مزمعا أن يسلمه وكل مرة دي يذكر عن مريم يتقال إن هي اللي سكبت الطيب عند أقدام يسوع وكنه عايز يقول ما يعرف الإنسان هو موقفه من شخص يسوع المسيح وفي نوعين بس من همش تالت ناس هتحب المسيح وتجيب أجل حاجة عندها عند أقدام المسيح وناس هتعبد حاجة عكس المسيح وهو ده اللي هيعرف حياتهم إن هم كانوا معارضين للمسيح لأنهم أحبوا المال أو أي نوع من الأوسان التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة